اليوم هيك الموضوع اللي كتير عقل بيشارككم فيه بيجايوا بعن ثلاثة رباعة لأسئلة إذا بدك اللي عم يسألنا إيها أصحابنا هي أنا كيف بدأت حسن كيف ده أطلع من المشاكل كيف بدأت سير حدا عندي سلام أكتر يمكن حب جوزة أكتر يمكن أفهمه أكتر بتعرفوا لأسنين طويلة جربت بقوتي غير من حالي يمكن كنت دايماً اتطلع بروات شوف أنه هو عنده كتير محبة للعالم عنده جرأة بيحكي عن الله بسلطان أنا أشوف حالي بستحي مثل ما كنا عم نحكي اليوم مع جاسي أنه أنا ما بواجه بنسحي ما بعبر كنت عن رأيي بسلطان أو بهكي عدم خجل ودايماً أشتغل وجري بطبي وأقرأ وإشياء كونسلينج وبسيكولوجي بس كنت أنجح مثل ما كل حدا بينجح لفترة وإرجع إفشل وإرجع لعادات القديمة لحد ما عرفت أنه يسوع بس ترك الأرض ترك لنا شي كتير هدية كتير 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 تمينة ما كنت كتير عارفة قيمتها وما كنت كتير متعلمة عنها للأسف بالكنيسة وهذا الشي العطية المهمة كتير واللي عطتني قوة غيرت كتير حياتها هي الروح القدس يمكن منقول أنه إيماً إحنا دايماً منصلي اسم الأب والأبن والروح القدس بس نعرف عنه وقارين عنه بس مش مختبرينه وبس نختبر الروح القدس بصير تغير رذري بحياتنا وأنا عم بحكيكم من اختبار الخاص اعتبر إنسان ولد عنده إجران بس ما بيولد دغري بيعرف يمشي بده مساعد بده يتعلم حدا يهدي له إيده طي يتعلم يمشي ويستعمل هو الإجران ونفس الشي نحنا بس نآمن تلقائياً بس نصير أولاد لله نحنا بيعطينا هيبة الروح القدس ولكن مش معناته أنه نحنا رح نعيش بالروح القدس هذا شي بده تدريب بده نموب بده نتعلم مثل ما نمشي على إجراننا نعيش ونمشي بالروح القدس وهذا شيء حيغير لنا حياتنا صدقوني متى ما تعلمنا نمشي فيه أول شيء بده يكون تعرفوا أنه هو عطية محاضرة هيك آيات كتير حلوين بقول الروح القدس الذي أعطاه الله للذين يطيعونه فإذن كل حدا بتاع الله تحصل عنده الروح القدس فإن كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم الحري الآب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه فإذن أنا بس أسأل هو بيعطينا وبحبي بركني بالروح القدس وهو عطية جميلة جدا وهي قوية جدا وين الروح القدس بيكون الروح القدس بيقول اكتب لمقدس هو في داخلكم بيقول بحسقيال 36 وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكونا في فرائدي وكمان في آية بتقول أنتم هيكل الروح القدس فإذن روح القدس وواتي ما أنه هيك شي بره مفتش عليه أو بعيد عنه أو غريب أو بيخوف لا هو فيه لهيك قدي أنا هذا شي بيحط عليه مسؤوليه اهتم بجسدي اللي هو هيكل لقله اهتم بالعلاقات اللي بقوم فيها ما أقزي حال اهتم بصحة لأن أنا هيكل الروح القدس وهالشي الرائع الله حط فيه قوته نفس القوة اللي قوة متاسوع من الموت هو الروح القدس نفس القوة اللي كانت عم بترفرف عوجه المياه وبكلمة نخلق النور نخلق الطبيعة كلها هي موجودة فيه فإذن لو بنعرف نحن هالسلطان و هالقوة اللي فينا ما بنضلع عايشين مهزومين وحزنين وبالمشاكل والحلو أنه مع الروح القدس بيطلع لنا بس يبلش يشتغل فينا بيطلع أمور عظيمة بتبين بس كيف أنا بدي خلي الروح القدس يشتغل فيه بشكل كتير بسيط اللي كل حياتنا أنا ويكرا واد بنحكي عنه هو القعدة مع الرب شان القعدة مع الرب يعني أنا كل يوم بوع شو بعمل بقرة بالكتاب المقدس بس مش بقرة هيك واجب بدي خليص بقل له يا رب شو بدك تحكيني لأن الروح القدس اللي فينا بيخلينا نشوف الكلام اللي عم نقريبه غير طريقة بنشوف إعلانات قال أكشف لي أكشف لكم قدعني فأكشف لكم عوائس وعجائب لم تعرفها شو يعني طلبوا مني وأنا بكلمتة بدي أكشف لكم عن أسرار ما كنتوا بتعرفوا يمكن في شي مشكلة أنا عم بعيني منها وفكر فيها كل الأسبوع يسوع و الله رح يكشف ليها الروح القدس أنا وعم بقرة يمكن ضعف فيها متل ما عم نحكي ضعفات أخدينا من إحنا والطفولة رح تغسلنا كلمة الله الكلمة الله بتغسل رح يغسلنا رح ينقينا رح يطهرنا من هالقشة الصعبة اللي فينا وكتير أمور غيرة فإذا هلونا نقول شي على الأرض مرات أهل ماريان عم بيقوله طب وين الوقت خليني يقول أنه مرات ماريان بتكون معنا وبيفوت نواي نيم بتكون عم تعمل شوي سبور على اللابتوب بس مش حتى الموسيقى حتى وعزة عم تسمع كلمة الرب وتقول يا رب شو بدك تقلي هلأ تاني شغلة منعملها بالبيت وقتها أنا برجع من الشغل منقعد أنا وماريان على كافي يعني فينا بالليل بس نيم نوا وفينا بعد دور ونواة عم يلعب حدنا منقعد نفتح الإنجيل ومنقرأ ومنقل له يا رب شو اليوم بدك تحكي ناو من بعدها من صالة هيدا غير قاعدت أنا واحدة اللي أنا عن جد هيدا هي سر يمكن التغيل دايما بيكون بحياتي الصبح بكير شو حلو بيقول ألقه بكره إليك شو بيحب الرب هيك نبكر لقل له قبل ما نعمل حياة لاشي نقعد معه نقرأ كلمته ونحكي معه فإذا نقرأ كلمته نتغذى منه نتشبع من كلمته نلهج بكلمته ليل نهار تصير جواتنا دخلنا نعرف الصح والغلط ونحكي معه هو بحب اللي بيلتز أنه نقعد ونحكي معه في كتير آيات قد بيلتز مع بني آدم مزبوط هو بحب كمان يحكينا وأنا بصير بحس بقلبي رح احكي هلأ عن القشا اللي بيعملها الروح القدس قديش في ميزات بنحصل عليها بس يكون عنا شركة معه ونحنا مستفقدين لأن ما عنا شركة معه أول شي بيعطينا ثمر الروح القدس اللي هو فرح محبة سلام طول أنات لطف صلاح إيمان لسنين طويل قلت لكم صح كنت جرب سير عندي محبة أكتر وبدأ حب وبدأ وفشل إجعله لأن أنا بقوتي الشخصية ما رح قوصل لمطرح بقوتيك الشخصية ما رح يصير عندك طول أنات يعني صبر على أولادك أو على زوجك رح تفصل بعد دومان ثلاثة أربع بس لما نروح القدس هلأدي يكون عندك شركة معه هو فايت فيك مغرقك كأن كأن إبونج أو سبنجة زتينها بساط الماء تتغرق بيصير يفيد فينا الحب بيصير يفيد فينا كل هالثمر الحلو الشي تاني بيصير يخلينا هيك يدويلنا على الخطيئة اللي بحياتنا إن كان من الماضي إن كان هلأ مرات بيقول رب اختبرني يا الله وعرف أفكاري وانظر إن كان فيها طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا كلمة الرب الروح القدس بيصير بيدويلنا على الأضعاف اللي بحياتنا وبعلمنا كيف نصلي مرات نحنا ما بنعرف شو نقول وشو نصلي وعن شو نعترف هو بعلمنا كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها بروم يتماني شو حلو بيعلمنا كيف صلي وبيدلنا شو صلي كمان اللي بيعلمنا يا إنه منفهم الكلمة مثل ما قالت بيكشف لنا بسر نقرية بغير طريقة والحلو إنه بيعطينا سقة ضد الخوف وهذا شيئنا في تقتله كل حياته ما كان عنده سلطان كنت خاف لأيه بتقول لأن الله لم يعطينا روح الخوف بل روح روح القدس القوة المحبة والنصح والحلو بيقول إنه رح تنالوا قوة متى ما حل الروح القدس عليكم وتكونونا لي شهودا في أوروشاليم واليهودية وإلى أقصى الأرض هيدا بأعمال واحد ثماني بيعطينا قوة هيدا السلطان اللي كنتشوفه فيك رواد يحكي عن الرب ما يستحي يكون بين المخرجين وناس بالتفي بالميديا كلهم ما بيقامنوا بأله وعادة عن في وحد يستحي يمكن ويسكت أحسن لاسكت طبعا يقولوا عني متخلف ورجع كان يكون عنده سلطان يحكي عن الرب بكل جهارة وهيدا الشي هو عمل الروح القدس مش من قوته أو قوت شخصيته لأن أنا بس روح القدس يستغل بحياتي أنا ماريان بستحي اللي انتروفرتي ممكن صار عنده سلطان اللي بحسه بروح القدس بدي أقوله ما بدي خاف من حدا لو كان أهم مدير رح خلص بعد عندي بس كتير حلو الحديث لكننا بدنا نتذكر كتير المهم أنه هو عطيه غالي أنا بده أحصل عليه وبده أعمله اكتيفاشن بدي فعله بحياتي تهيك استفيد من كل هالثمار الحلوة طبعه بيعطينا قوة ضد التجرب مرات في كتير ممكن شباب بيصارع ضد التامتاشن ضد البورنوجراف الإباحية الشهوة بيصارع بيصارع قوتنا نحن فاشلين الإنسان الرجل الجسد وجسده وبيقول أقوى من الروح إذا ما نغزز جسد وخصام بكل الأشياء اللي حاولنا الميديا التيفي الدعايات التليفون اللي بيدنا أكيد يتغزى الجسد ورح يكون أقوى ولكن هيدا الروح القدس إذا أنا عم غزيك اليوم بشاركتي مع الله بقراءة لكتابة المقدس بالصلاة روحي رح تكون كتير قوية وصدقوني ما في شي بيقدر يتغلب علي بقول أسلكوا في الروح فلا تكملوا شهوة الجسد بغلاطة خمسة فإذا أنا بس عم عيش بالروح شهوة الجسد منها لوحدة رح تموت ورح تضعف أسدين اللي بغزي أكتر هو اللي بيقوى وهو اللي بيكبر وآخر واحدة اللي بحبها كتير من طريق بالخدمة بقول روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أعصب منكسري القلب ونادي للمسبيين بالعطق والمأسورين بالإطلاق بسفر إيشعية فإذا أنا بصير مثل اللي حامي الكباية وعم يركض بس خايف يوقع المايل بالكباية هدفي مش صير أحسن من رواد أو أحسن من الجسد هدفي صير the best version of me أفضل نسخة عن أنا عن ماريان اتحسن صير أرضي الله أكتر صير بشبه صورة ياسوع وهذا الشي رح يطلقني بخدمتها رح يبين مواهب اللي هو عطاني إياها تحتالي يكون عم بخدمة وتمم ما شئته وكبر ملكوته فإذا أنا بدأ عيش بالروح أنا بعد ما أسمع كل هالقشة ما في أقبل عيش حياتي كمّل حياتي عادة بدي استمتع بكل هالقشة الحلوة اللي بيعطينا إياها روح القدس